بسم الله الرحمن الرحيم كنوز السيرة ذكاء وفطمة بعد أن بنت قريش الكعبة تنازعوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه فكل يريد أن يتشرف بوضعه فقالوا نحكم فينا أول داخل علينا فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون أول داخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين فنزع رداءه وطلب من رؤساء القبائل أن يحمل كل واحد منهم من طرف حتى أوصلوا الحجر إلى الكعبة فحمله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه وقد جاء في الحديث نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم كنوز السيرة نزل الحجر الأسود من الجنة نزل الحجر الأسود من الجنة نزل الحجر الأسود من الجنة